الى العاصمة الالمانية برلين حيث بحث وزير التجارة وصناعة خلد روضان مع كبار المسؤولين الالمان العلاقات الكويتية الالمانية فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والاستثماري وتطرق الوزير الروضان مع وزير الاقتصاد الالماني بيتر التماير الى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية داعيا الوزير الالماني الى زيارة الكويت برفقة مسؤولي كبرى شركات الالمانية لتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الكويت واكد الجانب الالماني اهمية زيادة التعاون وتطوير الاستثمار بين البلدين حيث تحتل الكويت المرتبة الاولى بدول المنطقة بالنسبة للصاديرات الالمانية فيما تبلغ قيمة استثمارات الكويت في المانيا 30 مليار دولار زيارة الوزير الرضان التي تستمر يومين تهدف الى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الكويت والمانيا وبحث انشاء فروع لشركات المانية في الكويت لدفع عجلة الصناعة بانواعها المختلفة الى الامام